معي طبعا باجو بولك مبروك الفوز بالبطولة والكاس والمدالية الزهبية الحمد لله رب العالمين انهاردة على البطولة ودي تاني صنع التوالي الحمد لله وان شاء الله لسة كمان الي جاي شوفت الحادث ك심 الج evil في المبرانه هي على الاتحاد الليبي وانت كنت ركبين المباراة بلغة linked ev والله بصك كبطولة الحمد لله احنا كنا مركزين من الاول خالص كنا مركزين في السوبر انتوا كذا مرة كنت حاولتوا تتواره معنا بعد المتش انا صراحة كنت رفض تماما مش عشان حاجة بس احنا ده اقل حاجة نبدأ نصالح بها الجمهور احنا لسه ما خصالح نشان الجمهور ولا الادارة ولا نفسينا حتى ان شاء الله حيكمل بالدور والكاس ان شاء الله مباراة السوبر بالنسبة لك انا شايف اعمل لكم تحدي بشكل كبير انك عايزين تخلص الموسم بشكل يعوض اللي حدث وفي نفس الوقت الفوز بكاس القوس برضا هيكون تعويد انك تكون موجود في السوبر السنة القادمة طبعا طبعا يعني احنا بقى لناه الحمد لله ده كده ثالث سوبر على التوالي احنا فيه ربنا ما اكرمناش في السوبر ده ان شاء الله هنعود سوبر اللي جاي عندنا ابطال الدوري كمان عندنا لسه الدوري والكاس دولة هام حاجة عندنا كمان اسبوع يا دوب الدوري حيبقى من نفس الشارسة جدا وبنوعد ناس اللي احنا مش هنقصر في حاجة ان شاء الله اللي كابتن عاصم حمد الهول كنت هارده عشان توصلوا للحظة دي وانتم متوجين بكاسي قوسي الأفريقية لا احنا كابتن عاصم كان بيتكلم اللي احنا نستفيد بعمل الجمهور معنا الملعبنا فأي فرقة بتلعب في النادي هنا يعني فيه خطفة شوية وده اللي احنا اعتمدنا عليه من أول المباراة احنا يعني على طول فرقنا على طول وهو ده يعني هادي مست الجمهور اللي هنلعب في ملعبنا الحمد لله جزير والف وبروك أيضا بيان